تتفاقم أزمة الكهرباء المتكررة رغم إنفاق أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء دون أي تحسن يذكر سوى تصريحات خوية بشأن الاستعداد لموسم الصيف لتأتي النتائج مغيرة للواقع كما هو الحال في كل موسم المواطنون من أهالي منطقة أهل الشط بمحافظة القادسية تظاهروا احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي فيما خرج العشرات من قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذيقار احتجاجا على ترد واقع التجهيز من التيار الكهربائي وانقطاعه في بعض المحافظات إلى نحو ثلاثة أيام متواصلة بينما دعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية إلى تغيير بعض المديرين العامين في وزارة الكهرباء بسبب انتماءاتهم السياسية التي يتعاملون بها في وظائفهم أكثر من عملهم الفني والمهني ويتعاملون على أساس الولاء الحزب وانتماءاتهم وارتباطاتهم بجهات سياسية أكثر من تعاملهم كفنيين في وزارة تعتمد على الطابع الفني والمهني قبل كل شيء من جانبها انتقدت لجنة الطاقة النيابية الحكومة ووزارة الكهرباء بسبب إعطاء وعود وهمية لا تنفذ على أرض الواقع موضحة أن الحاجة الفعلية للعراق أكثر من أربعين ألف ميجا واط وما ينتج الآن يصل إلى نحو ستة وعشرين ألف ميجا واط وهو لا يكفي لسد حاجة الكهرباء قياسا مع نسبة عدد السكان في خضم تلك الأزمات التي تثقل كاهل المواطن يضطر أغلب العراقيين إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة التي تكلفهم الكثير من المال ما أثار موجة غضب شعبية تجاه الحكومة ووزارة الكهرباء بسبب وعودهم الوهمية بتحسن التيار الكهرباء فيما تستخدم إيران ملف الكهرباء كورقة ضاغطة لتحقيق مصالحها في العراق